يتحرك الفتى الغاني باركينز تاكي إيدو ابن الثالثة عشرة بخفة حول كرة اللكم التي يبرحها ضربا خلال التمارين على الملاكمة وكله أمل في أن يصل يوما ما إلى المجد بعيدا عن حياة البؤس في حيه ويتمتع هذا المراهق بنقطة قوة كبيرة إذ أنه يتدرب في حي بوكوم للصيادين في أكرا المعروف بقبلة رياضة الملاكمة وقد تدربت في هذا الحي الوقع على السواحل الأطلسية الأكثرية الساحقة من الملاكمين الغانيين المحترفين في وضع شبيه بقرية إيتن الجبلية الكينية التي شكلت بيئة حاضنة لأهم عدئي الماراثون في العالم كنت أريد أن أستكمل تعليمي لكن ذلك لم يكن سهلا التعليم مكلف جدا وبعد أنهاء الدراسة عليك أن تنتظر لبعض الوقت قبل أن تتمكن من التقدم بطلب حصول على وظيفة أما أنا فيجب علي أن أكافح وأقاتل من أجل عائلتي مثل ما فعل والدي وفي بوكم لا متاجر كبرى بل أكواخ متداعية من الطين وقد حل الإسمنت محل المسارات الترابية لكن كما الحال في إيتن يتطلع الصبية إلى نجاح إخوتهم الكبار بالإعجاب عينه والرغبة نفسها في أن يصبحوا أبطالا وفي الباحة الخارجية لأحد المنازل المستخدم كقاعة تدريب قام المدرب برسم دوائر صفراء على الطريق للتدرب على التنقلات لدينا الكثير من الناس في الشوارع وهذا ما يدفع معظمهم إلى المجيء إلى قاعة الملاكمة بعضهم مدخنون ولكن عندما يأتون إلى قاعة التدريب وتجعلهم يتطلعون إلى أمر ما سيرغبون في وقت سريع في أن يصبحوا ذوي شأن سبعة أبطال عالميين في الملاكمة متحدرون من غانا وجميعهم تقريبا تدرب في هذا الحي الفقير الذي تتفتت منازله القديمة العائدة إلى الحقبة الاستعمارية في وسط الأكواخ المتداعية